فيديو من عيد ميلاد هيفا وهبي يتصدر التراند وأحمد أبو هشيمة يرد للمرة الأولى مع ياسمين صبري تصدر السماء المطربة اللبنانية هيفا وهبي قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل في السعودية وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية في لبنان وشاركت الفنانة اللبنانية مع متابعيها مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع انستغرام تتلقى فيه مفاجأة تتمثل في احتفال أقيم لها بكواليس أحدث أعمالها الفنية في بيروت بمناسبة عيد ميلادها المفاجآت لم تقف هنا في اليوم التالي احتفل أصدقاء هيفا بعيدها في بيروت أيضا لكن هذه المرة في منزل أصدقائها بحضور شرب الزوية وصمم اللبناني العالمي الذي صممها لجنفر لباز وغيرها يشار إلى أن هيفا وهبي من موليد 10 مارس أذار عام 1972 من بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان لأب لبناني هو محمد وهبي وأم مصرية تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم ولديها أربعة أخوة علياء نسرين هنا أحمد من جهة ثانية كان لافتا نشر أحمد أبو هشيمة فيديو له مع زوجته ياسمين صبري في أحد الأعراس بحضور تامر حسني واعتبر البعض أن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يردان على هيفا وهبي خصوصا أنها تصدرت لتراند في أكثر من دولات لذا دائما برأي المتابعين أن ياسمين صبري أصرت أن تم تراند اليوم بارتدائها قلادة تعتبر أغلى قلادة لبستها ثلاث نساء فقط ياسمين صبري، ماريا فليكس، ومونيكا بيلوتشي اشتركوا في القناة